من روائع فراسة العرب وحكمهم وجميل مواقفهم حسن الإنصات كان بعض الحكماء يحسم الرخصة في الكلام ويقول إذا جالست الجهال فأنصت لهم وإذا جالست العلماء فأنصت لهم فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم الصمت يستر العيي حكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت ولا يتكلم فقال له أبو يوسف ألا تسأل؟ قال بلى متى يفتر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس قال فإن لم تغرب إلى نصف الليل قال فتبسم أبو يوسف رحمه الله وتمثل بيتي الخطفي جد جرير وقال عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم كيف أنسك بالصديق؟ قيل لأعرابي كيف أنسك بالصديق؟ فقال وأين الصديق؟ بل أين الشبيه بالصديق؟ بل أين الشبيه بالشبيه بالصديق؟ والله ما يوقد نار الضغائن إلا الذين يدعون الصداقة ويعانون النصيحة وهم أعداء في ثياب الأصدقاء فعلهم أحسن من شعرك خرج داود بن سلم إلى حرب بن خالد فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته فلما دخل أنشده ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاحا وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهريرة وينسى النباحا فأمر له بجوائز كثيرة ثم استأذنه في الانصراف فأذن له وأعطاه ألف دينار فلما خرج من عنده وغلمانه جلوس لم يقم أحد منهم ولم يعنه فظن أن حربا ساخط عليه فرجع إليه وقال أواجد أنت علي؟ قال لا ولماذلك؟ فأخبره خبر الغلمان قال ارجع إليهم فسلهم فرجع إليهم فسألهم فقالوا إننا ننزل الضيف ولا نرحله فلما قدم المدينة سمع الغاضري بحديثه فأتاه فقال إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك فحدثه فقال والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك تذكر ما توعظ به قال جعفر بن برقان إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله فقال في آخر كتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة فتذكر ما توعظ به لكي ما تنهى عما ينهى عنه وتكون عند التذكرة والموعظة من أولي النهار إنه لكما قلت قال الأعمش قال لي محارب بن دثار أليت القضاء فبكى أهلي وعزلت عنه فبكوا كذلك فما أدري ممذاك فقلت له أليت القضاء فكرهته وجزعت منه فبكى أهلك وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت منه فبكى أهلك فقال إنه لكما قلت هذا أثر فأسك ومن جميل القصص الرمزي ما حكي أن أخوين كان في إبل لهما فأجدبت بلادهما وكان بالقرب منهما واد خصيل وفيه حية تحميه من كل أحد فقال أحدهما للآخر يا فلان لو أني أتيت هذا الوادي المليء بالعشب فرعيت فيه إبلي وأصلحتها فقال له أخوه إني أخاف عليك الحية ألا ترى أن أحدا لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكت قال فوالله لأفعلا فهبط الوادي ورعى به إب له زمنا ثم إن الحية نهشته ذات مرة فقتلت فقال أخوه والله ما في الحياة بعد أخي خير فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي فهبط ذلك الوادي وطلب الحية ليقتلها فقالت الحية ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي تكون فيه وأعطيك كل يوم دينارا ما بقيت؟ قال أوفاعلة أنت؟ قالت نعم قال إني أفعل وحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرها وجعلت تعطيه كل يوم دينارا فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالا ثم إنه ذكر أخاه فقال كيف ينفعني العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخيه ثم عمد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجحر ووقعت الفأس فوق جحرها فأثرت فيه فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار فخاف الرجل شرها وندم فقال لها هل لك أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه فقالت كيف أعاودك وهذا أثر فأسك قومي إلى اللبن فاخلطيه عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بين أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة إذ أخذه الإعياء فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل وإذا امرأة تقول لابنتها يا بنيتي قومي إلى ذلك اللبن فاخلطيه بالماء فقالت لها يا أماه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته يا بنيه قالت إنه أمر مناديا فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا بنيه قومي إلى اللبن فاخلطيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الصبية لأمها يا أماه ما كنت أطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء وإذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا وعمر يسمع كل ذلك فقال يا أسلم علم الباب بعلامة واعرف الموضع ثم مضى حتى أصبح فلما أصبح قال يا أسلم امضي إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعن فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها وإذا بالأخرى أمها وإذا ليس لهم رجل فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فدع عمر ولده فجمعهم جميعا ثم قال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه المرأة فقال عبد الله لي زوجه وقال عبد الرحمن ولي زوجه وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا ثم ولدت البنت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أضرار النميمة قال عطاء بن السائب قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال يا أبا زيد أطرفنا مما سمعت قلت سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن صابط يقول لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميم فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدماء وأكل الربا فقال الشعبي وما يعجبك من هذا وهل تسفك الدماء وترتكب العظائم إلا بالنميمة إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في غنم له فجاء ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما انتهى إليه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة فضرب صدر عمر وقال سكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي ذلك أحب إلي عن أم بكر عن أبيها المسور قال لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى كان أحب الناس إلي أن يليه فإن ترك فسعد فلحقني عمر بن العاص فقال ما ظن خالك عبد الرحمن بالله إن ولى هذا الأمر أحدا وهو يعلم أنه خير منه فأتيت عبد الرحمن فذكرت ذلك له فقال والله لأن تؤخذ سكين فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك اللهم إن كان كذلك فأمتني قبله عن أبي عبيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه عن جده أن عثمان اشتكى رعافا فدعا حمران فقال اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى قال وماذاك قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده فقام بين القبر والمنبر فدعا فقال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله اللهم اقبضني ولا تفتني عن إبراهيم بن شبيب قال كنا نتجالس في الجمعة فأتى رجل عليه ثوب واحد ملتحف به فجلس إلينا فألقى مسألة فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرفنا ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسألناه عن منزله فقال أنزل الحربية فسألناه عن كنيته فقال أبو عبد الله فرغبنا في مجالسته ورأينا مجلسنا مجلس فقه فمكثنا بذلك زمانا ثم انقطع عنا فقال بعضنا لبعض ما حالنا قد كان مجلسنا عامرا بأبي عبد الله وقد صار الآن موحشا فوعد بعضنا بعضا إذا أصبحنا أن نأتي الحربية فنسأل عنه فأتينا الحربية وكنا عددا فجعلنا نستحي أن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب فقلنا أبو عبد الله قالوا لعلكم تعنون الصياد قلنا نعم قالوا هذا وقته الآن يجي فقعدنا ننتظر فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة ومعه أطيار مذبوحة وأطيار أحياء فلما رآنا تبسم إلينا وقال ما جاء بكم فقلنا فقدناك وقد كنت غمرت مجلسنا فما غيبك عنا قال إذن أخبركم كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذلك الثوب الذي كنت آتيكم فيه وكان غريبا فخرج إلى وطنه فلم يكن لي ثوب آتيكم فيه هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله عز وجل فقال بعضنا لبعض ندخلوا منزله فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلا ثم دخل فأذن لنا فدخلنا فإذا هو قد أتى بقطع من البواري فبسطها لنا فقعدنا فدخل إلى المرأة فسلم إليها الأطيار المذبوحة وأخذ الأطيار الأحياء ثم قال أنا آتيكم إن شاء الله عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا فقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأت فقدم إلينا خبزا ولحم طير فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماء فكلما قام قال بعضنا لبعض أرأيتم مثل هذا ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة فقال أحدهم علي خمسمائة وقال الآخر علي ثلاثمائة وقال هذا وقال هذا وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره فبلغ الذي جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهم فقالوا قموا بنا نذهب فنأتيه بهذا ونطلب منه أن يغير بعض ما هو فيه فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانا فمررنا بالمربد فإذا محمد بن سليمان أمير البصرة قاعد في منظرة له فقال يا غلام ائتني بإبراهيم بن شبيب من بين القوم فجئت فدخلت عليه فسألني عن قصتنا ومن أين أقبلنا فصدقته الحديث فقال أنا أسبقكم إلى بره يا غلام ائتني ببدرة دراهم فجاء بها فقال ائتني بغلام فراش فجاء فقال احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من أمرناه ففرحت ثم قمت مسرعا فلما أتيت الباب سلمت فأجابني أبو عبد الله ثم خرج إلي فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سفيت في وجهه الرماد وأقبل علي بغير الوجه الأول فقال ما لي ولك يا هذا أتريد أن تفتنني فقلت يا عبد الله اقعد حتى أخبرك أنه من القصة كذا وكذا فالله الله في نفسك فازداد علي غيظا وقام فدخل منزله وأصفق الباب في وجهي فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير ثم لم أجد بدا من الصدق فجئت فأخبرته الخبر فقال حروري والله يا غلام علي بالسيف فجاء بالسيف فقال له خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل فإذا أخرجه إليك فاضرب عنقه وأتني برأسه قال إبراهيم فقلت أصلح الله الأمير الله الله فوالله لقد رأينا رجلا ما هو من الخوارج ولكني أذهب فآتيك به وما أريد بذلك إلا افتداء منه قال فضمننيه فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت فإذا المرأة تحن وتبكي ثم فتحت الباب وتوارت فأذنت لي فدخلت فقالت ما شأنكم وشأن أبي عبد الله فقلت ما حاله قالت دخل فمال إلى ركن فنزع منه ماء فتوضأ ثم سمعته يقول اللهم اقبضني إليك ولا تفتني ثم تمدد وهو يقول ذلك فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت فقلت يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا تحدث فيه شيئا فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر فقال أنا أركب فأصلي على هذا قال وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل البصرة رحمة الله عليه ذكاء المغيرة بن شعبة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهوه فعز له عنهم فخافوا أن يرده فقال دهقانهم اجمعوا مئة ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول له إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه ففعلوا فأتى عمر وقال إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه فدعى عمر المغيرة وقال ما يقول هذا قال كذب إنما كانت مئتي ألف قال فما حملك على ذلك قال العيال والحاجة فقال عمر للدهقان ما تقول قال والله لأصدقنك والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا فقال عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا فقال الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه دائما لا يحيق المكر السيء إلا بأهله حكي أن رجلين سعيا بمؤمن إلى فرعون ليقتله فأحضرهم فرعون فقال للساعيين من ربكما قال أنت فقال للمؤمن من ربك فقال ربي ربهما فقال لهما فرعون سعيتما برجل على ديني لأقتله ليكونن القتل من نصيبكما فقتلهما الأدب الأدب مع الملوك حكي عن بعض ولاة مصر أنه كان يلعب بالحمام فتسابق هو وخادم له فسبقه الخادم فبعث الأمير إلى وزيره يستعلم الحال فكره الوزير أن يكتب إليه إنك قد سبقت ولم يدر كيف يكني عن تلك الحال فقال كاتب يا أيها المولى الذي جده لكل جد قاهر غالب طائرك السابق لكنه أتى وفي خدمته حاجب فاستحسن ذلك وأمر له بجائزة وكتب به لأني فيه مالك وأنا هنا مملوك قال أبو الفضل الربعي حدثني أبي قال قال المأمون لعبد الله بن طاهر أيما أطيب مجلسي أو منزلك قال ما عدلت بك يا أمير المؤمنين فقال ليس إلى هذا ذهبت إنما ذهبت إلى الموافقة في العيش واللذة قال منزلي يا أمير المؤمنين قال ولما قال لأني فيه مالك وأنا هنا مملوك جزاء البدعة قال عثمان بن سعيد الرزي حدثني الثقة من أصحابنا قال لما مات بشر المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونزي فلما رجع من الجنازة لاموه فقال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته إنني لما قمت في الصف قلت اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الميزان اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة فسكتوا عنه وضحكوا احلف للشيطان كما حلفت لي جاء رجل إلى أبي حازي من القاضي فقال إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت امرأتك فيشككني فقال له أوليس قد طلقتها قال لا قال ألم تأتني أمس فتطلقها عندي فقال والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه قال فاحلف للشيطان كما حلفت لي وأنت في عافية من ذكاء أبي بكر رضي الله عنه عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف لاختلافه إلى الشام ذهابا وإيابا فكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبا بكر فيقول هذا هاد يهديني هو يريد هداية الإسلام وهم يحسبونها هداية الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر